موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام النهاردة هنتابع حالة الاعلامي واقل الابراشي وهيكشف لنا النهاردة الاعلامي عمر اديب تفاصيل جديدة واغبار جديدة عن حالة الاعلامي واقل الابراشي كلنا عارفين ان واقل الابراشي اتصاب بالكورونا وبعد الكورونا مضاعفات الفيروس لسه ملازمة لحد وقتنا هذا وفيه تقارير كثيرة جدا اتقالت عن حالة الاعلامي واقل الابراشي وكل تقرير بيختلف عن التاني بالنسبة للاعلامي واقل الابراشي كان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية قال في فترة اللي كان فيها في المستشفى قال ان هو اتعافى من الكورونا لكن مضاعفات ما بعد الكورونا تسببت في التهاب رئوي وكمان سببت مشاكل تانية بالنسبة لحالته الصحية والصوت بقى فيه مشكلة وده اللي اخره عن ظهوره في برنامجه لحد دلوقتي وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاطباء المتابعين لحالته قالوا ان هو بالفعل تعافى من الكورونا لكن مضاعفات ما بعد الكورونا لسه لحد دلوقتي ومحتاج فترة كمان حتى يتماثل للشفاء والاعلامي واقل الابراشي خرج من المستشفى بس المشكلة ان الرئة عنده متضررة جدا من بعد الكورونا والاعلامي عمر اديب كشف ده وقال ان الاعلامي واقل الابراشي لم يتماثل للشفاء حتى الان والمفروض ان حد من المسئولين في الدولة يتدخل ان ممكن نعمله زراعة رئة يعمل عملية فيها يتم زراعة رئة جديدة ويتعالج وبس طبعا العملية دي هتحتاج وقت طويل جدا حتى يتم شفاء وكمان مش مضمونة بنسبة 100% وده اللي اخر حالة الاعلامي واقل الابراشي لحد دلوقتي ولم يتماثل للشفاء ونداء عمر اديب لمسئولين الدولة يشوفوا حالة الاعلامي واقل الابراشي لان حالته متأخرة والمفروض ان حد يتدخل ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية قال لان هو الفترة اللي فاتت دي بقى كويس جدا وهيرجع تاني للشاشة عن قريب بس ده ما حصلش لان الاعلامي واقل الابراشي قعد فترة بعديها مختفي لكن ما ظهرش وما حدش اعلن عن اي تطورات لحالته الصحية وكشف مؤخرا الاعلامي عمر اديب قصة زراعة الرئة للاعلامي واقل الابراشي رغم ان ما فيش حد اتكلم عن الموضوع عمر الاعلامي عمر اديب وكشف حقيقة الحالة الصحية للاعلامي واقل الابراشي تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة